مصاعب الظروف التي خلفتها الجائحة على المواطنين التونسيين يبدو وقعها مضاعفا على الألاف من أبناء الجالية الإفريقية المقيمين في تونس هؤلاء ضرب انتشار الوباء والحجر الصحي المترتب عنه فرص الترزق التي اعتادوا أن يجابه بها تكاليف الحياة في بلد المهجر لا سيما وأن أغلبهم طلبة وأياد عاملة في وظائف هشة أولا تعرفوا بكلكم اللي عندهم يعيشوا برشة ظروف صعبة ما قبل الحجر الصحي اليوم بمناسبة أيضا الحجر الصحي وضحهم ازداد سوء لأنه أولا توقفوا عن العمل ثانيا بكلهم يخدموا في أعمال هاميشية مهمشة عن الأخر وفي نفس الوقت هم عرضة لاستغلال على مستوى الوظيفية على مستوى ساعات العمل على مستوى الأجرة على مستوى المعاملة واليوم بوجود الحجر الصحي أصبعوا غير قادرين على خلاص معاينة الكراء غير قادرين على توفير المأونة والميكلة في ظروف الحجر تمر الأيام بطيئة داخل بيوت هؤلاء وتقضي كارولين المهاجرة الإفوارية بعضا من وقتها في العناية بجمال إحدى جاراتها في البيت الذي تستأجره لكن توفير معلوم الإيجار يشغل بالا الأثنتين خلال الحجر الصحي وضعيتنا أصبحت صعبة للغاية نحن الآن لا نعمل وفي حاجة للمال لندفع إيجار المنزل حاليا هناك أناس يقدمون لنا الطعام وإن توقفوا عن ذلك ماذا سنفعل حينها وما زاد الأمر تعقيدا أن جل هؤلاء لا يملكون وثائق إقامة في تونس نتيجة قدومهم بطريقة غير قانونية ما جعلهم عرضة للاستغلال من قبل أصحاب العمل الذين يشغلونهم بأجور ضعيفة نحن لا نستطيع دفع إيجار المنزل ولا حتى شراء الغذاء ليست لدينا أي أوراق ثبوتية رسمية ولذلك نختبئ دائما من رجال الأمن حتى أن التأقلم في المجتمع أمر في غاية الصعوبة السلطات التونسية نظمت بالتعاون مع منظمات أهلية مبادرات لمساعدة من تقطعت بهم السبل من أبناء الجالية الإفريقية حملات انطلقت منذ بدء جائحة كورونا وتكثفت مع دخول شهر رمضان ليكون عنوانها الأساسي توزيع إعانات عينية ومبالغ مالية أحيانا لمساعدة بعض من عجزوا عن تزديد إيجارات السكن